الموضوع الوصية هو موضوع جد مهم علاش لان الوصية ان الشرع واللي اضطرها وتتكون هاد الوصية لا تكون لوارث لا وصية لوارث وكين في التفل المدوانة يقولك تتواصية للوارث ممكن ان ينجزها السادة العدود وهدك الوصية ممكن يلفت التلت واجرزوها الوارثة ما كانش اشكال يعني حتى لجا عندك شو واحد قلت موصين الناس تقدر تكسبها ولكن تبقى هو الاصل ليله هو التلت ويقبلها الوارثة بفوق زيادة على الناس والوصية الدرس يعني اعترافا يعني بعض الناس ربما يعيشونها شاشا واحد الانسان يستر عليه الله ربما عنده اولاد ما عندوش اولاد فهو يوصي لواحد الانسان اللي هو مكفول دياله توصيله ولا كان عايش معاه في واحد المستوى من العيش فهذا الانسان هذا خصته وينان لواحد النصيب دياله من هذا الارث فهناية تكون هاد الوصية ولكن الوصية فيها انواع كين الوصية اللي خاصة تنوصي باش انه في ذاك الاملاك ديالي جيه شقة هاد الشقة ياخدها حتي ما توصلش للتلت لكان عندي املاك بزاف وكين تيوصي في واحد الارض في واحد الارض معينة بان هادك الوصية يعني تلت يأخذ من ذاك الارض المعينة ولكن بعد احيانا هادك الانسان اللي انا وصيت له ربما سأت معاملته معي ما كانش يحسنه الي او يحسنه غير تصرف معي ماش يحسنه الي فهناية تكون عندي الحق ان الوصية هي تكون نافدة بعد الموت بمعنى انني عندي الحق في اي وقت من الاوقات نمشي ألغيها بدون حضوره ماش شرط الحضور دياله ولو يكون هو راشد فاذا إلغاء الوصية هذا امر معمول به ولكن الوصاية الدارت يعني لدك التماسك ولدك التضامن ولدك العرفان لواحد الناس اللي ربما هادك الوصي اللي كانت يقوم بواحد الخدمات لدك الانسان اللي هو رجل كبير ولامرة كبيرة وكانت يساعدهم في المشاق ديال الحياة ويقوم بالعناية ديالهم فهما تكون الجزاء دياله هو واحد الوصية نافدة بعد الموت إذن قدروا نتكلموا على هاد انواع ديالتفويت مثلا نقوله التفويت هو بيع هبة صدقة وكين عمره هادو كلهم أنواع من أنواع ديالتفويتات يعني سنحيي تشيح حاجة من عندي وتنعطيها لآخر الفرق هو أن نجفدوه هنا واحد المسألة الإنسان عنده البنات كنا تكلمنا على تكلموا على التعصيب وهد المسائل كده وكتكلمنا على أن التعصيب تتكون حتى الحالة ديالتعصيب اللي تورتو فيها تتكون بعد المرة ما تشيتش بزاف ولكن كاين بعد المرة تشيت بزاف بحال ديالتا تكون غي بنت يعني ذاك الأعمام مرة تيأخدو تيأخدو النصف الباقي يعني النص النص البنت تتأخذ النصف أو لك أنوابنات تيكونوا التولتين ولكن التولت اللي بقا تيأخدو الأعمام يعني بعد المرة تيكون عام تاني واحد نسبة كبيرة ولكن بالنسبة لنا عقل الهيبة أنا بالنسبة لي ما تدخلش مع الأولاد ما تدخلش في إطار الحرام والحلال لأن الحلال والحرام هو يعني من ناحية الشرعية محدد ومعروف شنا هو الإحلال الخمر الزينة كده هاتش معروف حرام ولكن احنا بعد المرة تنغلفوا شي أمور بواحد تغليف اللي مشي هو صحيح أنا من حقي تنعرف بأن عندي أخوتي ما ما تعرفونيش لا يصلون الرحم معي ما تقوموش يعني بالواجب تجاهي أنا مرت ولكن ما ما عرفونيش في ذلك الوقت الحزاد المرض ولكن عارفين عندي أملك تحضروا غير الوقت اللي أنا أنا غانموت فإذا هنا نقدر أنا وما كينش فيها ضرر وما فيهاش حرام ندير هيبة لأولاد ديالي تنوهب لهم أو تنصدق عليهم الفرق ما بين الهبة والصدقة الهبة نقدر نديرهم هيبة يولي ذلك الملك حق للرقبة ديالهم لهم هما ولكن أنا تنخلي أحد حق المنفعات ديالي الملك هذا ما يمكنش تصرفوا فيه ولا تبيعوا ولا تديروا شي حاجة ما دمتوا أنا حيا إلا إذا أنا تنازلت في حياتي على هدك ونقدر نزيد فيه شرط آخر هو الاعتصار الرضوقة ما بغيت حيث ما نقدر نكتب لي كنت أي واحد لو قلت ستوليسة عملي واحد معاملة سيئة الرجوع بلا الموافقة ديالك هو حق الاعتصار ولكن الصدقة لا إذا درته الصدقة لا يحق لي الرجوع ولا يحق لي نشريها من عندك ولا يحق لهم بشي أعطيهم ينسكن فيها يعني مثل تقول صدقة طلاق نهائي كامل وكين بالنسبة ندير حق العمرة أنا هدل الولاد ندير لهم حق العمرة إلا كان ورطة ما صغر ما بغيتش أنا يبغيت هدك الورطة يأخدوه ولكن الورطة ولكن من بعد هدل الولاد يتوفى تندي لهم عمرة مدام هم حيين هدك الورطة ما يتقسم متى شي حاجة عمرة هو مدى العمر تندي لك أنا واحد هدل مدى العمر ديالك مع ذا أنت تبغيت تتنازل عليها تتنازل عليها وتترجع إيرت وتقتسمه الورطة فيما بينهم فإذا مسألة البيع هدى والهيبة وكذا لا يخضعوا لمنطق الحلال والحرام علاش بعد المرات المشريع هنا اللي هو الله سبحانه وتعالى علاش نقوله نهي ماشي تحريم نهي وعطيت لواحد الولد ولا عطيت لثلاثة من بعد واش هدك المال ديالي أنا ارتكبته في حرام يعطيت لها وحرمت هذا لا ما كانش حرام لأنا ما كانش نص ولقع هنا هدك الولاد ديالي كاملين ما عجبونيش بشي تحطيت لواحد المؤسسة خيرية ولا عطيت لواحد للإنسان اللي ديزة فيه وبغيت أنا ولادي هم يعتمدوا على رأسهم وهما يبنيوا ذاك من جهدهم الخاص فهنا هدك الولاد اللي كتبت الثلاثة وخليت واحد ولا كتبت الجوج ولا كتبت للذكور ولا كتبت للإناث ولا كتبت للذكور تي خلق الحزازة ما بعد الموت تتولي ذاك سلط رحم تتقطع تتولي بربما شناءان ومحاكم وكذا هنا علاش المشرع نا ولكن لم يحرم أنا حر في مالي أعطيه لمن شئت وبما شئت وكيف شئت اشتركوا في القناة